كثير من ساكنة ولايات خنشلا لم يكن ينتظر تجسيد مشروع السكة الحديدية المشروع لم يعد حلما بل جسد على الواقع وانتهت الأشغال به برنامج تكملي عديد المشاريع اللي استفدت منها خنشلا يعني راح تغير ان شاء الله وجه الولاية خاصة مشروع السكة الحديدية اللي نشوفه يعني مشروع رائد وراح يفتح الأبواب لإخراج الإنتاج الفلاحي لولاية خنشلا هذه المحطة دات مواصفات حضرية وعالمية وهي تتوفر على جميع المرافق التي يحتاجها المسافر في تنقلاته لخط السكة الحديدية فائدة اقتصادية واجتماعية أما الشق الاقتصادي فيسمح بنقل المنتجات الفلاحية ومختلف البضائع صوب ولايات الوطن أما الشق الاجتماعي فسيعمل على فك عزلة مواطن الولاية وهذا بربط خنشلا بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية مع تحقيق نوعية الخدمة بشروطها الثلاث ألا وهي الراحة والأمان وأقل تكلفة مع ربح للوقت على غرار خط السكة الحديدية خنشلا عين البيضة الطريق الرابط بين قيس وحدود باتنا والطريق الرابط بين بابار خنشلا ومشاريع تشك على الانتهاك الطريق الاجتنابي لخنشلا والسوق الوطني للتفاح ببوحماما مشاريع تعرفها الولاية أيضا نحن كمنتجين للتفاح استبشرنا خير بالسوق الوطني للتفاح ببلدية بوحماما الأولى وطني في إنتاج هذه الفاكهة بلدية بوحماما استفدت من ثلاث مشاريع كبرى من بينها السوق الوطني للتفاح الذي نتواجد به الآن والذي انتظره في اللاحو المنطقة المشهورة بإنتاجها الكبير لهذه الفاكهة لكن هذه الفاكهة مهددة بزوال وعليه نناشد السلطات بالبدء في مشروع سد واد لزرق الذي تضمنه كذلك البرنامج التكميلي البرنامج هو التكميلي لتنمية ولاية خنشلا تتجلى أهميته الكبرى في المشاريع التي مست مختلف القطاعات بكثير من البلديات وهي المشاريع التي حرست السلطات على تجسيدها حتى قبل آجالها لاستفادة المواطن الخنشلي سريعا منها الحمد لله اليوم المواطن الخنشلي راح يبدأي المستثمار مشاريع رئاسي الجمهورية التكميلي بولاية خنشلا والتي ترفع الغبن عن الولاية بالأخص أخط سكة حديدية رابط بين خنشلا وعين البيضاء وكذلك الطرق المزدوجة التي راح تجسدت على الأرض الواقع وكذلك الطرق الاجتنابية مجملها عشرين مشروع خمستاش المشروع أنجزت واستلمت بقى خمس مشاريع هي في نسب متفاوتة من 85% حتى 95% سيكون استلامها في نهاية جوان إن شاء الله بعد أن كانت خنشلا قبل سنتين تتوق إلى تنمية فعلية حقيقية ها هي الولاية اليوم تسابق الزمن لتكون رائدة في تجسيد البرنامج المخصص لها واستكمال كل المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج